وانه فروق بقى من الجماعة اللي راحت امريكا اللاتينية يعني نحن نعلم انه احنا اصبح في عندنا فرعين ونص لو صح التعبير للجماعة في فرع محمود حسين فيه كان الفرع الاخر بتاع بقى ابراهيم مونيرا الله يرحمه وبعد كده قالوا لا ده محي الزيت هو اللي هتولى احوال الجماعة في لندن وبعدين نريسيو على عبدالحق اظل لكن اتاخر حاجة ان هو اللي هتولى منصب قائما بدور المرشد لكن فيه نص او ممكن يبقى فرع ثالث زي اللي هو الفرع الكمالي او مجموعة المكتب انهي فرع من هذه الفروع التلاتة اللي راحت على امريكا اللاتينية لا انا لحظت يعني انا طبعا رحت هناك يعني لحظت حاجة مهمة ان هو الطيار السلفي الحركي السروري هو الاكثر الاكثر توغلا وانتشارا بمنظماته هناك في امريكا اللاتينية وله منظمات كثيرة وله مؤسسات كثيرة جدا ومحطة كبيرة جدا للسلفية الجهدي فانت بتتكلم عن هذا في افريقيا وهناك استثمارات لهذا الطيار ايضا موجودة في افريقيا وله مؤسسات كبيرة جدا فغارب افريقيا اه طبعا وله مؤسسات كثيرة جدا احنا يعني ده احنا لو افردنا حلقتين تنتمش نخلص من هذه المؤسسات سواء في اوروبا او في امريكا فانت بتتكلم عن لكن المجموعات الاخوانية المصرية اللي انا بسميهم مجموعات الشتات اللي اخواني خارج مصر المجموعات اللي هي انقسمت الى اربعة اقسام وليس السلاسة اقسام اه فهتلاقي مجموعة صلاح عبدالحق المجموعة اللي هي بيارس فيها التي ترث محواني مونير اه 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 دي دي شغالة لها مع نفسها هم خلاص الجماعة تفككت الى الابد اه اه والى النهاية دول بخ خلاص وستستمر بهذا الانقسام وستستمر بهذا الابد بعد عشرات السنين اشتركوا في القناة